بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفرة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابي فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذروها سبعون ذرا فاسلكوه فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من فسرين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقالعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أغذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفرة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابي ها أم قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابي فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذروها سبعون ذرا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من فسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقالعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفرة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابي فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذروها سبعون ذرا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من حسنين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأقرنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقالعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفرة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي ها أمقرأوا كتابي إني ظلنت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابي فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذروها سبعون ذرا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من فسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقالعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفرة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابه ها أم قرأوا كتابه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذروها سبعون ذرا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من حسنين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقالعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفرة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابه ها أم قرأوا كتابه إني ظلنت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذروها سبعون ذرا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم لا يحط على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من فسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم